الوقف وحب ان انبه نفسي واخواني الى امور اولا اخشى على نفسي وعلى اخواني دائما من شيء اسمه الف النعم شو اسمه الف النعم تعليم كتاب الله عز وجل نعمة واي نعمة فاخشى مع مرور الزمن الواحد مننا وانا منكم ان نعتاد على هذا الامر انتبهنا يعني ما نعود نشعر انه هذه نعمة والعياذ بالله انتبهنا كيف معلم كتاب الله يعني نائب عن رسول الله في هذا الجانب اي جانب جانب تعليم الامة كتابة ربها فهذا شرف واي شرف ونعمة واي نعمة ولكنه تكليف وتشريف في انا واحد مو بس تشريف وتكليف انتبهنا شو معنا التكليف سيدنا زيد ابن ثابت لما جاب سيدنا ابو بكر شو قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأسقل علي مما كلفاني به وربنا جل جلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سنلقي عليك قولا ثقيلة وقال ليحيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة انتبهنا اخواني فهو شرف للانسان ان يكون معلما لكتاب الله ونعمة تستحق الشكر الدائم وان لا يزهد بها وان لا يشعر ان غيره قد اوتي خيرا منه انتبهنا ودائما يسعى لتطوير نفسه اخواني احبابي كلنا جئنا من بطون امهاتنا جهال ما فينا واحد نزل من بطن امه متعلم صح ولا لا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء صدقا بتذكر لما كنت صغير عم بحفظ بالجزارية لوحدي هيك بدون استاذ ونسخة قديمة تعيسة مطبوعة يمكن عند محمد علي صبيح ولا كذا هذه المكتبات اللي جنب الازهر فقرققا مستفلا من احرفي انا اقول لحالي لك شو يعني فقرققا يلا لما منكبر منعرف فكبرنا وعرفنا انه خطأ مطبعي الشاهد الله يسلمكم كلاتنا كنا جهال ربي جل جلاله علمنا والعلم كما ترون مسألة وراء مسألة قاعدة وراء قاعدة مثل حبات المطر شايفين هذه البحار الطويلة العريضة والانهار الكبيرة كالنيل والبحيرات الضخمة ما هي عبارة الا عن ايه قطرات تجمعت فشكلت بحرا او بحيرة او نهرا عظيما كذلك العلم يا اخواني العلم عبارة عن ايه مسألة وراء مسألة وراء مسألة بتتجمع انتبهنا كيف فلذلك لا بد ان نسعى جميعا وانا معكم الى ان نطور انفسنا وان لا نقنع بما وصلنا اليه علوم القرآن وما يتعلق بها عديدة انتم تلاحظون يعني نحن بحاجة الى شيء من الصرف نحن بحاجة الى شيء من الاعراب يعني علم النحو حتى نفهم شو معنات واذي ابتلى ابراهيم ربه نعرف انه ابراهيم شو مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر مو نفوت شعبان برمضان تبهنا نفهم شو معنات اذا قومك منه يصدون بكسر الصاد غير يصدون بضم الصاد يصدون يعني يضحكون يصدون يعني يعرضون انتبهنا اذا لابد لنا من علم اسمه علم المعاجم علم الصرف علم النحو علم المعاجم عرفتوا شو علم المعاجم يعني المعجم اللغوي اللي فيه اللغة مثل قاموس المحيط للفيرو الزبادي لسان العرب لابن منظور تاج العروس للزبيدي محمد مرتضى الزبيدي وما شابهها من كتب لكن هذه هي الكتب الامهان لابد لنا من شيء من علم الاسباب النزول لابد لنا من شيء من علم الناسخ والمنسوخ انتبهنا انا الى الان بتذكر لما كنا صف ثالث ابتداء يمكن المعلمة عم تعلمنا شهر رمضان الذي انزل والآية اللي قبلها ها شو قالت الآية الكريمة ايو الذين هم كتب عليكم اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفرين فعدتهم وعلى الذين يطيقونه وتقول لهم علمي يعني لا يطيقونه انا اقول لحالي لك ايش لون الله عم يقول يطيقونه وانتي بتقولي لا يطيقونه يعني ربي لو بدي يقول لا يطيقونه وكان قلنا لا يطيقونه شوف شوف الفطر السليمي مع انه كنت طالت ابتدائي يعني شو عمري تسع سنين يمكن انتبهنا عرفنا بعدين لما كبرنا وعلمونا اساتذتنا وقرأنا وطلعنا عرفنا انه الصيام كان على مرحلتين المرحلة الاولى وانتصوموا خيروا لكم الى ان اليفوه ثم بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهرة فليصم دزل ايش الجزم وبقي الحكم الاول لحتى يظهر كيف الامر تم بالتدريج اذا لابد ان نعرف الناسخ والمنسوخ لابد ان نعرف التفسير مضروري كله بتفاصيله بس على الاقل يعني نعرف شو معناه غساء احوى والله معيب بيحافظ كتاب الله واحد عم يعلم القرآن وما بيعرف شاني غساء ولا بيعرف شاني احوى ولا بيعرف شو يعني غاسق واذا وقب شو هذا الغاسق وشو يعني وقب شو يعني ضيزة ها هالكلمات اللي عم نقرأها ونقرأها ما بنا نعرف معناها في لغة العرب في لسان العرب طبعا علم التجويد هذا اساس طبعا وعلم التجويد يا اخواني كما رأيتم وكما نرى كلنا في عندنا مشهور الاحكام مشهور الاحكام وفي عندنا دقائق الاحكام ما يكفي بمن يتصدى للتعليم ان يعلم مشهور الاحكام لابد ان يعلم كمان ايه دقائق الاحكام نظريا ويطب ويروض نفسه على تطبيقها ايه عمليا اذا في عندنا مجهور والحمر المتسع الله يطول اعمارنا جميعا في طاعته ويجعل اعمارنا ان شاء الله طويلة في ما يرضيه عننا ويجعل طول اعمارنا سببا لزيادة حسناتنا ورضاه عننا جل جلاله اذا عنا وقت لكن مو معنات عنا وقت انه نصير كسالة لا الشاهد يعني ما يقنع الواحد مننا بما وصل اليه من قال علمت فقد جهل عرفت اشو معنات علمت يعني خلاص انا ختمت العلم ما في حد ختم العلم كلاتنا متعلمين في علوم عديدة كما ذكر الوقف الابتداء الوقف الابتداء علم جميل لطيف وله قواعد كما رأينا وله لطائف في اوقاف لطيفة انتبهنا كيف في اوقاف يعني فيها عمق في المعنى لا يتسع الوقت ان اذكر يعني شيء من ذلك الله يسلمكم ايش عندنا كمان علوم علم رسم المصاحب هذا علم يتعلق بالقرآن العظيم علم عد الآي هذا علم يتعلق بايه علم الضبط ما هو الضبط وكيف بدأ الرسم غير الضبط يا اخواني الرسم جسم الحرف جسم الحرف هذا نبوي لكن ما زيد على جسم الحرف من النقاط والفتحات والضمات والكسرات هذا علم تاني شو اسمه علم الضبط طب متى بدأ وكيف بدأ وشو العلامات الاستعملات وهل اصابها تطور وعلى ماذا استقر الامر انتبهنا هذا علم لو في وقت كد عطيتكن شيء منه لكن الوقت ضيق ان شاء الله تعالى وتستطيعون ان تجدوا هذا في كتابة تجويد المصور هذا الباب شوفوه مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف مراحل تطور وضبط المصحف الشريف هذا ما بحث جميل جميل جدا جدا بتصير انت بتشعر يا هاي معنات كذا يا هاي معنات كذا وبتشعر امتى بدأ ومين بداها وشلوق عدوها شيء حلو شيء حلو شيء لذيذ يعني دراسة جميلة انتبهنا فالشاهد الله يسلمكم خلينا جميعا ننوي ان نطور انفسنا ان نطور انفسنا ما للترق انتهاء وقل ربي زدني علما قال المفسرون لو كان هناك ما هو اشرف من العلم لا امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطب منه الزيادة لكن الامر الوحيد اللي امر الله نبيه ان يطب منه زيادة ما هو العلم وهو من صفات الله عز وجل والله عليم جل جلاله انتبهنا يا اخواني فخلينا دائما نسعى لتطوير انفسنا الله يرضى عليكم لو جاءتنا مسألة ما بنعرفها ما نتشناج ونقول ايش هذا لا انتبهنا كيف لو نبهنا على ملاحظة عندنا الان انا عم بتكلم يمكن ما عم بنتبه لنفسي يمكن عندي يعني غلط عم قوله انتو الان يعني من تبهي اللي تمام ممكن يجي اخذي على جنب واحد يقول لي يا اخ ايمن مثلا الموضوع الفلاني كلمة منصوبة انت قلت مرفوعة فممكن انا اثناء القراءة عم جيب غنة من ام في ما عم بنتبه لنفسي عم قول الرحيم وباعتبار انه الفت هذا الموضوع ما عم بشعر انه هذا ايه خطأ فاذا اخذني احد اخواني هيك على جنب وبلطف قال لي يا اخ فلان يعني كذا كذا ما في دعي هيك يعني ما في دعي انت متأكد انه هيك انت اسمعت بقوله بروح على البيت انا باخد مسجل وبسجل لنفسي اما بسجل صورة صوت فقط او صوته صورة وبعد بتأمل فممكن لقي كلام اخي صحيح وممكن لقي انه لا هو واهم في هذا انتبهنا كيف الانسان ما يحرم نفسه السماع النصيحة انتبهنا وبعد ما يسمع ما له ملزم بتطبيقها قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسن لكن ما بيحرم حال الواحد ايش نعمة السماع ولاحظوا بان مولانا جل جلاله قال القول ولم يقل القائل قد تسمع انت نقد من واحد يعني عامي يعني قد تأتيك فائدة على لسان عامي او على لسان عدو احيانا انتبهنا كيف فلا يمنع انك من قبولها كون انه طلعك على لسان فلان انتبهت كيف فاذا نطور انفسنا اللي ما له حافظ منظومة في التجويد يحاول يحفظها